ينضم إلينا من القدس الصحفي عبدالقادر عبدالحليم أهلا بك معنا سيد عبدالقادر ما هي آخر التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بمفاوضات القاهرة في ضوء ما نشرته يدعوت أحرنوت بأن الفريق المفاوض مجبور على نقل رؤية نتنياهو إلى المحادثات رغم اعتراضه عليه صحيح ما نشرته يدعوت أحرنوت حول امتعاض الفريق المفاوض من هذا التزمت من نتنياهو حول بعض البنود الرئيسة الخلافية في أي اتفاق مستقبل يتعلق بصفقة تبادل للأسرى أو بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة هو ليس بجديد هذا الخلاف كان أيضا موجود في السابق في جوالات أخرى من التفاوض اختلف فيها الوفد المفاوض مع الصلاحيات الممنوحة له من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتالي نتحدث عن أمر متجدد ولكنه ليس للمرة الأولى في جوالات المفاوضات وبالتالي هذا الأمر بات روتينيا مع تعليمات نتنياهو الصارمة بخصوص بعض البنود الرئيسة التي تفرض وجودا أمنيا إسرائيليا في قطاع غزة وتصر عليه تصر على الحد من حركة الفلسطينيين داخل القطاع وبالتالي كل الحديث الذي كان خلال اليومين الماضيين سواء على لسان مسؤولين أمريكيين تحدثوا عن تقدم إيجابي أو حتى من بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام مختلفة حول التقدم في بعض البنود وصورة إيجابية بعض الشيء للمفاوضات هو في حقيقة الأمر لا يتعدى كونه اتفاقا على بنود ثانوية لم تكن أصلا موضع خلاف كبير وفق ما كشفته إذاعة الجيش الإسرائيلي هذه البنود الثانوية هي لم تكن موضع خلاف لكن البنود الرئيسة لا تزال وكأنها في الأيام الأولى للتفاوض بهذه اللهجة تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي نتحدث عن وجود مفاوضات تبدو بطريق مزدودة وليس فقط حول محور فلادلفيا لكن محور نتسريم يعود إلى الواجهة وبقوة مع كشف رعوت أحرنوت نتنياهو يصر على صيغة قديمة كانت قد قدمت للوسطاء قبل أشهر يعيدها الآن إلى الواجهة ويطالب الفريق المفاوض بالالتزام بها رغم علمه وعلم الفريق ربما أن الوسطاء لن يقبل هذه الصيغة التي تتحدث يعني فسر لنا أكثر عن وجه اعتراض الفريق المناوي أو المعارض لوجهة نظر نتنياهو ما الذي يقدمونه من بديل الاعتراض الأول هو على الأولويات هل أولوية نتنياهو هي إعادة المحتجزين الإسرائيليين وبالتالي هذا يتطلب مزيدا من التنازلات المقدمة للوسطاء فهناك سؤال حول الأولوية والاعتراض الآخر حول عبثية المفاوضات في حال لم تكن إسرائيل قادرة على تقديم حتى ما يوافق عليه الوسطاء وليس فقط حركة حماس فلأي سبب نذهب إذن للتفاوض كان هناك في أكثر من مناسبة سابقة تهديد من بعض أعضاء الوفد المفاوض بالانسحاب من هذا الوفد والتخلي عن هذه المسئولية نتحدث عن خلافات جدية جدرية تتعلق كما ذكرنا بالأولوية وبرغبة نتنياهو الحقيقية من المفاوضات القائمة هل هناك رغبة حقيقية لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين المعارضة الإسرائيلية على سبيل المثال يأير لبيد يصر على أن نتنياهو لا يريد الذهاب إلى أي صفقة خشية تعرض مصالحه السياسية للضرر هذا ما تتفق عليه أيضا عائلات الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين الذين يوجهون أصابع الاتهام بصورة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي من هنا من هذه النقطة من الخلاف بين عائلات الأسرة والمحتجزين ونتنياهو الوفد التفاوضي والصلاحيات الممنوحة له تنطلق أو تبدأ مرحلة التشكيك المتبادل وأيضا عادة ما تكون بعض الأنباء القادمة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على شكل تصريحات غير منسوبة للإسم بالمسمى الصريح ولكن تكون بأهداف سياسية معينة لإظهار صورة إيجابية حول التفاوض إلا أن الصورة الحقيقية لا تبدو بهذه الإيجابية أبدا ويبدو أننا لنزال في المراحل الأولى حول البنود الأساسية والخلافية في أي صفقة التبادل المستقبلية شكرا جزيلا لك من القطة الصحفي عبد القادر عبد الحليم